قال لي صار أرصالي فيك عبر أغاني أغاني وشوالحالة؟ أنه إيه؟ سندر الله؟ أنه مهضوم إيه؟ يعني واحد بغير شوي لوك مهضوم وأنا بتعرف شوي كمان هالفترة كثير عم زيدها شوي هيك غرابة أنت قلت يا عامل معانا أولى وصار صار شوي حديث الكل بس أنا مبسوطة يعني أنا مش غلط يعني أنا تكون يعني موجودة موجودة هذا سبب أنه أنا موجودة بس أنت عندك صوت جميل جدا بخليك تكوني موجودة من دون الحاجة لهالديتات أنا معك أنا معك بس أنا كحدة مقلب الإنتاج أنا بعترف ما فيني إكذوب أنا حدا من الأول كان بيشك من شارك إنتاج ما بدي نقق ما بحب نقق بس أنه أنا ما في حدا ما بيحب يقدم جديد ما في حدا ما بيحب يقدم نجاح خاصة أنه أنا كثير علمت بالأغاني اللي قدمتني بس عبر الإنستغرام وعبر السوشيل ميديا عم نشوف كثير صور من فرقة عمتنا بيقوله صح بالضبط ويمكن بلشت مش يمكن يعني في كثير ناس عم تنتقدني على هالموضوع ما بدي كثير علق على الموضوع مش لأنه ما بدي أعطي أهميه وبالعكس له أهمية كبيرة بس أنا حدا كثير عيش وقته بعفوية وأنا معروف عني يعني حتى بالمجتمع الفني أنا حدا كثير عفوية يعني بفكر بكل يوم بيومو يمكن في ناس بشوفو شوي زيادة ما بعرف كبيروحوا على البحر بس خبروني كبيروحوا العالم البحر بيروحوا بالميوه إذا حبوا هيك كتير تحمصوا بنزلوا صورة كل مثلا شي خمسة شورة بس مش كل الصيفية صور متواصلة بيطلعوا ثلاثة مايو يعني معلش عم تحسبون علي بعدين معلش نحنا نحنا صرنا بزمن شو عم نحكي يعني 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 هلأ يمكن عم نمزح وبرد أنا على الحديث بس شو عم نحكي عم نحكي بصورة مايوه لأنه أنت عرفت حالك أو لأنه أنت قدمت حالك للوسط الفني بصورة مختلفة وغيرت لا ما غيرت الإنسان بينضش الإنسان بيتطور الإنسان بيصير يعرف شو بيلبق له أكتر كيف يعرض نفسه أكتر وأنا مرة أنا حدا كان بيستغل هيد الأمور لحتى يعمل من وراها بلبلة أو يعمل من وراها ضجلة حتى تفيده فن عنده ثابت ما بيتغير شي فيه وأنا أصلا ما تغيرت أنا نضشت ما فيني أقول هذا تغيير فكرت أنا أنه كل شي تغير هو كل شي تغير طبعا من بعد كل شي تغير طبعا سوفي جديد جديد طبعا العمل اللي كنا عم نحكي عنه مع مروانخورة عملت له شوية مش هولد يعني ما وقفنا عم ندرسه أنا دايما بوعده بقول أنه أنا حدا بيطول بس دايما بيرجع بشي كتير حلو وإن شاء الله يا رب خير ما فيني أقول غير هيك تتساءل إيه فيك تتساءل إذا بدأ هاكم في ميو الكليب هاكم في ميو ما بتعرف ما منعرف بس مش ضروري يعني أنتو ألا مسكتوا الميو بس ما بتعرف عن جد أنا إذا بيخدم فكرة بالكليب أنا مش ضد ترجمة نانسي قنقر